قمة المناخ 27 هي حفلة تنكرية لعبد الفتاح السيسي ده مش عنوان ساخر ده عنوان مقال مطول في صحيفة الجارديان البريطانية أيضا للكاتبة الشهيرة نعومي كلاين نعومي كلاين بتتكلم على قمة المناخ اللي تكون حفلة تنكرية لعبد الفتاح السيسي لغسيل سمعته وسمعة الدولة البوليسية اللي هو بيحكمها تعالوا نشوف كده تفاصيل المقال اللي كتبته نعومي كلاين في فضيحة جديدة للنظام المصري قلتلك الشهر ده كل يوم يكون في فضيحة جديدة لعلاقة بقمة المناخ الراجل عايز يعملها لقطة حلوة لكن هي تكون لقطة سودة على رأس هذا النظام بيواجه انتقادات حقوقية وإعلامية مستمرة قمة المناخ حفلة تنكرية للسيسي ستتيح القمة للسيسي الظهور بمظهر المحافظة على البيئة أمام العالم دي تقرير نعومي كلاين بتتكلم كمان نعومي كلاين في التقرير أن الحكومة تسبب الحكومة التلوث والنهب البيئي وجميع أشكال الأضرار البيئية أكثر من أي وقت مضى فاكر لما نشأت كان بيقولك ما تدخلش السياسة وحول إنسان في قمة المناخ دي قمة مناخ نعومي كلاين هنا بتقوله أن انت حكومتك هي السبب أصلا في التلوث البيئي أكثر من أي وقت مضى بتقول كمان لا يمكن الحديث عن الأمن المائي التلوث الصناعي الضرر التي تحدثه العقارات وتطوير السياحة بالبيئة والشواطئ هل يجرؤ نشأت أن يتحدث عن هذه الأمور ماهو دا من صميم البيئة يا أستاذ نشأت يا أستاذ إبراهيم دا من صميم البيئة حضرتك بس أنتو مش بتنقشوه ليه الله أعلم التأثير البيئي للنشاط العسكري غير الخاضع لأي نوع من الرقابة الذي يرتبط بمكتب الرئيس أو الجيش عادة هتقدر تتكلم عن الجيش يا نشأت هتقدر تتكلم عن الجيش يا أحمد يا موسى خب سيبك يا عمي من حول الإنسان مش بنسيز قمة المناق إحنا بتوع بيئة وإنتو بتوع بيئة والبيئة أجدع ناس إحنا لازم كلنا ندفع عن البيئة جميل أوي تأثير البيئة للنشاط العسكري غير الخاضع لأي نوع من الرقابة والذي يرتبط بمكتب الرئيس أو الجيش ما تتكلموا يا جماعة عن القصة دي مش كده ولا يه نكمل معنا عمي ونشوف بتقولي كمان في الجارديان في هذه الفضيحة الجديدة الذين يحاولون تسليط الضوء أو الحديث عن هذه المشكلات عن الجيش عن التلوث البيئي ينتهي بهم الأمر في زنازين مظلمة أو ما هو أسوأ بيروحوا وراء الشمس ما حدش بيعرف عنهم حاجة طيب بتقول كمان أن قمة المناخ هي شريان حياة أخضر للنظام حيث ينتظر السيسي تدفق تسنامي الأموال الخضراء هو الرجل عازي السبوبة ونعومي كلاين أريا كويس الجارديان عرف الكلام ده وبالتالي نشرين هذه الفضيحة أن نعرف فتح السيسي بات متسولا لأي فلوس جاية من أي حتة بتقول كلاين أن الأموال اللي جاية الأموال التي ستدفع ستذهب لنظام استبدادي ليستمر في القمع وبناء السجون والتسليح والإضرار بالبيئة ما هي القصة كلها مرتبطة ببعضها ما ينفعش تقول لي أن دي حاجة ودي حاجة عما نشأت ما ينفعش تقول لي ما تسيسش هي المناخ سياسة المناخ هو إنسان قلنا الكلام ده بص الكلام القمع هيستمر بناء السجود هيستمر التسليح هيستمر والإضرار بالبيئة هيستمر فهي شروع على بعضها لكن في مصر إحنا عايزين ناخد لقطة حلوة ما تقرفوناش بالكلام الفارق ده نكمل مع نعومي كلايل اللي بتقول إنه الحريات هي من تجبر الحكومات على الانصياع لقضايا الأمن المناخي كما تتيح مراقبة الحكومة وكشف الحقائق وبتختم التقليل بتاعها بزي توصية أن العدالة المناخية هي مفهوم شامل مرتبط ارتباط كامل بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية الشاملة أنا بدعو الحقيقة السيد نشأت ديهي تحديدا والله ليس تقليلا منه ولا حاجة يعني ربما يكون أفضل مني محدش عارف يعني أنا بدعو السيد نشأت ديهي اقرأ هذا المقال يا أستاذ نشأت أنت وفريق إعدادك من إبراهيم وشركاء أعود وإعروا المقال هات لو مترجم في مواقع كتير لو عندكم مشكلة في اللغة الإنجليزية لو لقى جوجل موجود إحنا موجودين حاولنا نلخص لكم القصة إعروا المقال وأنا بتحداكوا على الهوى تطلعوا وتتكلموا عنه يا أستاذ نشأت يا أستاذ إبراهيم أنت تحديدا لأن نشأت بيحاول يبدو موضوعيا ويبدو أنه هو يا جماعة ما تسيسوش ومين حزب الخضر وإحنا بتوع المناخ وإحنا بتتكلم على المناخ تمام يا أستاذ نشأت ده مقال مناخي من الدرجة الأولى مقال بيئي من الدرجة الأولى فأرجوك خد المقال ده ونقشه عندك في البرنامج يعني وأنا أكون مبسوط جدا أنك تناقش مقال زي ده إذا عرفت تناقشه طبعا أنا عارف أنك هتطلع على أحمد بي وأحمد بي العباس بي وهينزلك وقول لك يا نشأ أنت بتعمل إيه بلا أنا عومي كلاين بلا بيئة بلا بتاع اطلع أتكلم على الإخوان أو اطلع أتكلم على أي حاجة فده إهداء لحضراتك يا جماعة المهتمين بقضايا البيئة أنا عومي كلاين بتديك وثيقة بيئية نشرت في الجارديان البريطانية بندعو الجميع أنه هو يقراها ويحاول يتعلم منها